لو سمحت لي لماذا تحمل المسؤولية لسيد عادل عبد المهدي لوحده أيضا مجلس النواب يتحمل المسؤولية دعني أنتقل بهذا السؤال لسيد جاسم الحلفي سيد جاسم استمعت لما قاله سيد حيدر المله ما تعليقك حول هذا الموضوع يعني هل يتحمل السيد عادل عبد المهدي المسؤولية أم البرلمان يعني البرلمان هو الذي يقيل الوزراء في حال أنه كان هناك شبهات فساد عليهم أو لا لماذا يتحمل السيد عادل عبد المهدي المسؤولية يتحمل المسؤولية لأنه النظام بالعراق هو نظام برلماني أو يسمى نظام الوزارة شخص رئيس الوزارة منصب رئيس الوزراء هو الشخصية التنفيذية الأولى بالعراق وهو الذي عرض البرنامج وهو مسؤول عن تنفيذ المنهاج والبرنامج وإدارة الوزارة فهو بالتأكيد تحمل المسؤولية الأولى هذه المسؤولية وتعملها لا يعفي مجلس النواب من المسؤولية أيضا مفترض يكون بين مجلس النواب والسلطة التشريعية والتنفيذية هناك فصل وعلاقة في نفس الوقت فصل وتعاون بين الصلطين باتجاه تنفيذ البرنامج سيما هناك عدد غير قليل من البرنامجين اليوم ومشكلوا كتلة الإصلاح والعمار هما باتجاه الإصلاح والتغيير وهمهم أن حفظ كرامة المواطن والوطن فبالحقيقة مشاركة تحمل المسؤولية لكن المسؤولية الأكبر بالتأكيد رئيس الوزراء حينما يقدم على الإصلاح بالتالي هناك خسائر هناك ضغوط هناك ممانعة كبيرة فأي خطوة بالتأكيد هو يتحمل مسؤوليتها ويوفر مثل ما اتحدث أخي حيدر يوفر حماية ودعم لأي خطوة إصلاحية يقوم بها أي وزير فمو الوزير يقدم على بعض التغييرات ويثم استجوابه يعني هو السؤال هنا كيف يمكن أن يقدم الوزير الإصلاح يعني السؤال هنا كيف يمكن للوزير أن يقدم إصلاح لوزارته وفي أول خطوة يتم استدعاء للبرلمان هذا صعب هذا معناها أنت لا تحرك شيء يبقى القديم كما هو ويبقى نقص الخدمات ويبقى الفساد متعشعش بمفاصل الدولة وبالنتيجة تفشل الحكومة ويفشل الرهان على أن يمكن تحقق شيء للناس فمطلوب دعم من البرلمان ودعم للحكومة لكل خطوة إصلاحية سيما وأن الوزير عرض برنامجه وعرض تعهدات بأن يصير تحسين في الخدمة الكهربائية من ناحية الإنتاج ومن ناحية إيصالها ومن ناحية سعة توفيرها للمواطنين وكذلك سعة الساعات التي تتقدم بها خدمة وهذا غير ممكن أن يتخذ إجراءات مهنية سريعة وأن يزيح كل من يعق هذه الخطوة سواء شخصيات فاسدة أو شخصيات غير كفوئة أو شخصيات غير مهنية أو شخصيات خاملة بالتأكيد يحتاج فريق قوي ينفذ هذا البرنامج الذي انتظرنا كثيراً من الفيلم الثلاثة اللي حد لن نشكو من موضوع الكهرباء وكل ما يجي صيف تطلع المظاهرات تطلع الاحتجازات على الكهرباء وتنصرف بحدود 42 مليار دولار وبعدين بالنتيجة نحن عدنا نقص بالكهرباء فيحتاج خطوات حازمة وفعلاً شجاعة وقوية وتمضي في تقديم الخدمة وأعتقد هذه الرسالة المهمة اللي لازم توصل سواء للبرلمان أو للحكومة أيضاً الكتل تتحمل مسؤولية أستاذ يعني إجراء الوزير الذي أثار استياء المحور ماذا بشأن باقي الكتل برأيك هل ستقف الكتل مع الوزير أم تتقاطع هنا مصالح باقي الكتل هو الوزير بالتأكيد بالمسائلة رح يعرض الأسباب التي دعتها أن يغير تركيبة الوزارة أو يدور الوزراء أو يعفي أو يقدم بالتأكيد رح يعرض ورح يبين وعدنا من النواب من يزغون بشكل جيد ويعني متوثبين وحاضرين لدعم خطوات الأصلاح وبالتأكيد يكونوا ضد كل خطوة تعيق الأصلاح أنا أعتقد سيحصل على دعم غير قليل من البرلمان طيب يعني أستاذ يعني استدعى وزير الكهرباء للبرلمان بعد إجراء يعني بعد هذا الإجراء ألا يعطي رسالة لباقي الوزراء بأن لا يقوموا بإصلاحات في وزاراتهم هذا كله يتعلق بنتيجة المسائلة والعرض اللي يقدمه الوزير والدعم اللي حصل من البرلمان نحصل على دعم وأنا أتوقعه فبالتأكيد تكون موضوع مشجع لباقي الوزراء أن يقدمون على الإصلاح وعلى التغيير وعدم الركون إلى الضغوطات التي تعيق تنفيذ الإصلاح السيد جاسم الحلفي قيادي في سارون شكرا لانضمان